أجواء أسرية شهدتها مراكز الإصلاح والتأهيل خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك ضمن حزمة إجراءات للتخفيف على النزلاء وفق مديرية الأمن العام ويقدر عددهم بعشرين ألف نزيل في ثمانية عشر مركزا ضمن جهودها الهادفة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الإنسانية للنزلاء وإشراكهم في المناسبات الاجتماعية والدينية شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عيد الأضحى المبارك لفتات إنسانية جسدتها لقاءات النزلاء بذويهم وسط أجواء تسودها الألفة والمحبة بناء على توجيهات عطوفة مدير الأمن العام مناسبة عيد الأضحى المبارك تم السماح لذوي النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بزيارة النزلاء وتأتي ذلك ضمن عدد من المبادرات التي تطلقها مديرية الأمن العام وتأتي هذه الزيارة من تمكين النزلاء من زيارة ذويهم خلال فترة العيد وهذا من ضمن البرامج الإصلاحية التي تتمنى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وبتوجيه من مديرية الأمن العام قاعات مجهزة بالكامل وخدمات لوجستية مميزة وفرتها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مكنت النزلاء من مشاركة المجتمع فرحة العيد وشعائره العظيمة وإبقاءهم على اتصال دائم مع ذويهم نشكر مديرية الأمن العام بإصلاح والتأهيل لسمحوننا نزور دوينا في الأيام مباركة ومشكرهم لحسن المعاملة وحسن الاستخبار كل عام تقول في خير نشكر مديرية الأمن العام اللي خلونا يعني نقدر نعيد على النزلاء أول يوم العيد ونشوفهم وعن جد بشكرهم كتير لأنه عن جد معاملتهم كتير يعني رائعة فشكر مديرية الأمن العام على الزيارة الخاصة لخلتنا شوف أخوي بالعيد وأفرح وأبعدنا وياه وأخواني وخواتي يعني كثير 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 بنشكر مديرية الأمن العام على الاستقبال الاستقبلوني يذكر أن فتح أبواب زيارات أمام ذوي النزلاء واحدة من ضمن النهج الإصلاحي لمديرية الأمن العام التي تنفذها بشكل مستمر والتي تتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان اشتركوا في القناة